موسيقى سوريا في العاشرة مرحبا بكم إلى هذا الحصاد الإخباري من تلفزيون سوريا والبداية بالعنوين السوريون يحيون الذكرى الحادية عشرة لمجزرة الكيماوي في غططي دمشق ومجموعات حقوقية تنتقد استمرار غياب المحاسبة وتسعى للعدالة موسيقى إصابة مدني بانفجار دراجة نارية ملغمة في عفرين شمال حلب والقوى الأمنية في المنطقة تفرضا طوقا أمنيا وتبحث عن الفاعل موسيقى الجيش الوطني السوري يجري تدريبات على قيادة وتشغيل الطائرات المسيرة ويقول إن التدريبات تضمنت مناورات قتالية واستخداما لذخيرات الحية اغتيال قيادي في كتائب شهداء الأقصى بغارة على صيدة لبنانية وحزب الله يعلن مقتل خمسة من عناصره بقصف للجيش الإسرائيلي اشتركوا في القناة يحيي السوريون اليوم الذكرى السنوية الحاديات عشر لمجزرة الكيموي في بلدات الغوطة الشرقية وبلدة معظمية الشام في ريف دمشق كأكبر هجوم نفذ بأسلحة كيموية خلال القرن الحادي والعشرين وأكبر مجزرة نفذتها قوات النظام خلال الثورة وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات سياسية وعسكرية واقتصادية على النظام وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا الأربعاء الحادي والعشرون من آب عام 2013 اليوم الذي سيبقى عالقا في أذهان السوريين لعقود وربما لأكثر من ذلك اليوم الذي خنقت فيه الإنسانية باختناق أطفال غوطة دمشق بعد أن امتلأت صدورهم الصغيرة بغاز السهرين السام أحد عشر عاما مرت على أكبر مجزرة استخدم فيها السلاح الكيموي في القرن الحادي والعشرين وأكبر مجزرة ارتكبتها قوات النظام خلال الثورة السورية والمجرم ما يزال طليقا والعدالة غائبة الأمال والأحلام وبين التوقعات المجزرة التي كانت مقسمة على أربع هجمات وأودت بحياة ألف ومائة وأربعة وأربعين شخصا اختناقا بينهم تسعة وتسعون طفلا ومائة وأربع وتسعون امرأة وأسفقت عن إصابة خمسة ألاف وتسعمائة وخمسة وثلاثين شخصا موثقين بالاسم والتفاصيل بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان الهجمات بدأت بحسب الشبكة الساعة الثانية من بعد منتصف ليلة الأربعاء وحتى الساعة الخامسة فجرا على مناطق مأهولة بالسكان في بلدات الغوطة الشرقية وبلدة معظمية الشام في غوطتها الغربية هجمات استخدمت فيها قوات النظام عشرة صواريخ محملة بالغازات السامة في ليلة كان فيها الهواء ساكنا الأمر الذي يدل على تخطيط دقيق من قبل النظام لإتمام المجزرة بأكبر عدد ممكن من الضحايا وعند ذكر الضحايا فالحديث هنا لا يقتصر على من قتل في المجزرة بل يشمل المصابين الذي يواجه بعضهم حتى الآن مشكلات في الجهاز التنفسي والجهاز العصبي نهيك عن الآثار النفسية التي حفرت في أعماقهم وخاصة للأطفال في صدمة وصفت بأنها عابرة للأجيال وربما تكون الصدمة الأشد وقعا لدى عموم السوريين الذين حطموا جدار الخوف قبلها بعامين هي عدم الاقتصاص لهم من قاتلهم في مشهد عرف فيه القاتل والمقتول ووثقت لحظاته بالصوت والصورة وانفجرت بعده بيانات الإدانة والشجب وتهديدات لم تسفر عن شيء سوى سحب الأسلحة الكيموية من النظام لذر الرماد في العيون عقاب صوري لم يوقف الهجمات الكيموية بل زادت أعدادها بعده بنحو عشرة أضعاف ليس بالكيموي وحده قتلنا يقول السوريون ولكنه المشهد الأكثر تأثيراً والأشد ألماً مشهد كان على مرأة ومسمع المجتمع الدولي الذي لطالما تشدق بقيام العدالة الإنسانية قيم سقطت من أعين السوريين مع أول قطرة دم نزفت في درعا وآخر نفس خنقه الكيموي في الغوطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ينضم إلينا يوسف البستاني صحفي وشاهد على المجزرة من اسطنبول مرحباً بك معنا يوسف بعد مرور أحد عشر عام على هذه المجزرة كيف تصف حال أهالي الغوطة وأنت واحد منهم؟ نعم أهلا بك وأستاذ المشاهدين طبعاً الرحمة لشهداء مجزرة الكيموي والعار لهذا النظام وللدول التي ساهمت بشكل كبير للأسف بذهب حق آلاف الشهداء الذين قضوا والمصابين الذين قضوا في ذلك اليوم صراحةً يعني لا يمكن وصف اليوم الذي شهدنا فيه تلك المجزرة يعني لم نكن نصدق بدايةً صراحةً ولم نكن نفهم ماذا يعني أن نستهدف بالسلاح الكيموي يعني كنا تقريباً في بداية حصار في الغوطة وفي الساعات الأولى كانت الغوطة في حالة هلع يعني تخيلي أن القصف جرى في منتصف الليل الغوطة محاصرة ومقطوع عنها الكهرباء أيضاً ويعني كانت تعيش فترة قصف شديدة جداً لأن مجزرة الكيموي والغوطة كانت تقريباً بعد أقل من عام أو تقريباً يعني من تحرير الغوطة من سيطرة نظام الأسال فكانت كل هذه الفترة دائماً مجازر ومجازر بشكل شبه يومي وأتت هذه المجزرة كانت يعني كنا مستنزفين حتى من الناحية الطبية ومن الناحية يعني كانت أعصابنا تلفاني صراحة وكانت مشهد مروع يعني باللحظات الأولى الناس ما بقى فهمت أنه شو عم يصير والكل ظن أنه هلأ ماتوا هدور ولحي النظام حيكفي على الباقي يعني أصبح الجميع منتظر لحظة القدر أو لحظة الموت جراء استمرار النظام بعمليات القصف التي بدأها في منتصف الليل والتي طالت عين ترمة وكفر بطنة وأطراف من حي جبر الدمشقي وتضررت المناطق التي محيطة بها من عربين وحتى كفربط فصراحة ذلك اليوم يعني كل أهل الغوطة خرجوا بسياراتهم في ناس طلعت مشي من أطراف الغوطة إلى مكان المجزر يعني تحاول أن تقدم المساعدة تساعد الفرق الطبية لأنه أنت أمام عدد آلاف المصابين في دقائق فتخيلي يعني هذه الأزمة أنا أتيقن يقين أن ما حدث بالغوطة لو حدث في دولة مستقرة لأصبحت كارثة في القطاع الصحي يعني أنت أمام مثلا في دقائق خمسة آلاف مصاب أو عشرة آلاف مصاب الحد الأدنى المؤكد هو خمسة آلاف مصاب فأنت بحاجة مثلا إلى خمسة آلاف سرير لتقديم العناية لهؤلاء المصاب هل يمكن نسيان ما حصل يوسف وفي دقائق معدودة هل يمكن نسيان ما حصل هل هناك طريقة لمحوط هذه المجزرة إلا العقاب طبعا إطلاقا يعني ما جرى هناك عائلات بأكملها توفيت يعني لم يبقى أحد أنا التقيت بأحد الشباب بعد المجزرة يعني بفترة في الغوطة الشرقية تحدث لي أنه بعائلته لوحده هناك أربعين شهيد يعني هو ليس لم يموت فقط أنه أبو أمه وأخواته لا حتى أخواله وعمامه ولاد خاله ولاد أمامه ونسوانه يعني العائلة والأطراف أصبح شخص وحيد كل العائلات يعني في الكثير من العائلات ماتت الأب والأم والأولاد الكثير من العائلات كلها استشهدت حتى بالعقاب يوسف والمؤلم أكثر يعني لن يكن محو ما حصل من ذاكرة أهل الغوطة حتى بالعقاب يعني أنت اليوم لو عقبت الشباب السوري المشكلة المشكلة أنا في مجلسة الغوطة المشكلة السورية لحقوق الإنسان طالبت أن يتم فرض عقوبات عسكرية سياسية اقتصادية على النظام وأذرعه لتعويض الأهالي كيف وجدتم هذا البيان؟ نعم بالتأكيد هذا الحد الأدنى هو معاقبة كل من تورط باستخدام هذا السلاح ضد السوريين والمدنيين من رأس النظام إلى صغر جندي لأن هذا السلاح مروع جدا والأمر الآخر هو تعويض هؤلاء يعني هناك آلاف الأشخاص من الذين تضرروا بشكل مباشر من هذا السلاح يجب تعويضهم وأنا برأيي حتى المجتمع الدولي اليوم لو سلمنا أننا نحن أمام نظام مجرم طيب أين المجتمع الدولي؟ يعني هل القانون الدولي يسمح أن يقوم نظام باستخدام سلاح كيمة وضد المدنيين بهذا الشكل؟ أطلاقا يعني هذا مخالف لكل القانون الدولي طيب أين المجتمع الدولي من هذه المجزرة؟ اليوم نحن في الذكرى يعني الحادية عشر لهذه المجزرة نحن نتحدث عن 11 عام مرت ولم يحاسب أطلاقا هذا النظام بالعكس يعني للأسف وللأسف جدا أنه أصبحنا نسمع بعض الأصوات وتطبيع هنا وتطبيع هناك مع شخص استخدم السلاح الكيموي يعني هو ليس عنده نية لإستخدام هذا السلاح في العراق مثلا تم يعني إزالة كل نظام صدام حسين فقط في شبهي التصنيع السلاح الكيموي أو السلاح النووي ولكن النظام يملك ترسانة نووية والكيموية والدول كلها يعني اليوم قرأت تصريح لأحد الدول أنه النظام لا يزال يملك ترسانة أسلحة كيموي ولا يزال يصنع من هذا السلاح طيب فقط يعني الدول أصبحت هي محطات إخبارية أين الإجراءات الدولية أين القانون الدولي أين حماية هؤلاء السوريين ماذا أين الضمانة ألا يستخدم النظام السلاح الكيموي طبعا النظام يستخدم السلاح الكيموي عشرات للمرات بعد مجزرة الغوطة يعني لا يوجد راجع لهذا النظام تذكرين يعني مجزرة خان شيخون مذكرت مجزرة دومة بعدها حدثت قصف مرة أخرى بالسرير والعشرات النظام بعد مجزرة الغوطة حسب أحصائيات نعم بعد مجزرة الغوطة في 2013 حسب أحصائيات لمراكز غربية النظام استخدم السلاح الكيموي أكثر من مئتين مرة الأسلحة السامية والكيموية أكثر من مئتين مرة بعد صدور القرار 2118 قرار 2118 يلزم المجتمع الدولي بالتدخل عسكريا إن ثبت استخدام النظام السلاح الكيموي هذا الحكي نحن عم نحكيه بعد مجزرة الغوطة وهذا القرار صدر بمجلس الأمن والدول كلها موافقة عليه طيب أنتوا كيف تتركوا النظام إلى هاليوم؟ يعني طبعا النظام استخدم السلاح الكيموي والبراميل والكلور وأصبح الموضوع يعني مزارة خان شيخون كانت فضيحة دولية أنا برأيي لأنها كان يستطيع نشر مع الدولي هي ليست منطقة محاصرة وكانت الحدود مفتوحة إلى تركيا والعينات فورا وصلت لكل المنظمات المعنية ولكن لم نرى إلا بيانات وتنديد للأسف طبعا يعني وهذا هو حال يعني أشعب السوري اليوم ترك أمام هذا النظام الذي لا يملك أدنى أخلاق يعني عندما تقصفين كل من يشاهد الفيديوهات التي خرجت من المجزرة والصور بالغالب الأطفال يعني هم المسيطينين على المشهد النسبة الأكبر من الضحايا المصابين والشهداء هم أطفال أنا أذكر يوم المجزرة في كل نقطة طبية أدخل لأرأي الأطفال يعني صدفة أرى شيخ أو شاب أو امرأة أطفال كانت عدد مهول عداك عن شهدت كثير من الأطفال لا يعني حتى ما يعرفوا اسمه لهذا الطفل تخيل يعني من لم يستشهد طاله أمراض تنفسية مزمنة بعد استنشاق هذا الغاز بكل الأحوال يعني تماما هذه كارثة أخرى طبعا صحيح أكتفي بهذا القدر معك سيد يوسف البستاني صحفي وشاهد على المجزرة كنت معنا من اسطنبول شكرا لك شكرا لك نظم فريق الدفاع المدني السوري وقفة تضامنية في مدرج حديقة المشتل بمدينة إدلب وذلك لإحياء الذكرى الحادية عشر لمجزرة الكيموي التي ارتكبتها قوات النظام في كل من الغطة الشرقية والغربية للدعوة إلى محاسبة المسؤولين والمطالبة بالعدالة نحن هنا اليوم نظمنا بالدفاع المدني السوري بالتعاون مع حملة لا تخنقوا الحقيقة وقفة في مدرج حديقة إدلب نحن اليوم هنا لكي نذكر العالم بأبشع مجزرة مرت على تاريخ حصرنا الحديث هي مجزرة كيموي الغوطتين من إداش عام نظام الأسد استهدف الأحياء السكنية فيها بالغازات السامي وراح ضحية هذا الهجوم أكثر من ألف ومئة مدنة اليوم نحن نجدد مطالبنا بالعدالة للضحايا اليوم نجدد وقوفنا بجانب أهل الضحايا ونطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم الكيميائية بسوريا نقف اليوم في الزكتر لدعش لمجزرة الكيموي في الغوطة الشرقية ونستذكر أرواح جميع ضحايا السورة السورية سواء بمجازر كيموي أو بغيرها ولنؤكد مجددا على ضرورة محاسبة هذا النظام وإنشاء محاكم دولية لمحاسبة جميع مرتكبي الحرب في سوريا صارت الجريمة في التاريخ بعد 2008-2013 طلعنا من الجامع ولا في صواريخ كانت غير اعتيادية مع أصوات غير اعتيادية للصواريخ صوتها صفير فكان أصيبت الناس بالزعر نزلنا على الشوارع الناس راكدة شي شرق شي غربي حتى عرفنا أن النظام قصفنا بالكيموي أحيت رابطة مدينة زملكة في عفرين وكلهم من رابطة حي جوبر الدمشقي ومعظمية الشام الذكرى الحادية عشر لمجزرة الكيموي التي ارتكبتها قوات النظام ليلة الحاد والعشرين من أغسطس 2013 تزلزل في القلوب وشعر كل واحد منا بهذا الحال أكد إذا كل إنسان يقول أنا وأنا وأنا أمان قدرة الله عنه والله أنا كنت ساكن فوق المركز الطبي فليلاً سمعت سيارات مدنية جاية على المشفى فنزلت في الساعة فائد والله كنتنا نايمين فائد لقيت طفلين صغار جايين بأعراض واختناق فما منعرفنا تعالجنا هون معالجة عرضية صلنا نعالجون كتنفس كتنفس آلي وهل الأصاص لاحقاً بلشت تجي المرضى والمتوفين بأعداد كبيرة صلنا نسأل شو الموضوع ولا عم يقولوا الجيراء أنه فيه كيموي مضروب أنتوك شكل طبي هل قدرتوا تستوعبوا هذا الضغط والعداد الكبير من الجرحة؟ أستاذي أنا أتوقع أتوقع ما في أي دولة أو أي مشفى أو قطاع طبي بيتحمل هيك أعداد بمحاول بساعة وحدة بربع ساعة يجاك أعداد هائلة فما أتوقع أي دولة تحمل هيك أعداد كبير حياتاً من هول هذه الجريمة منكسرة عداد الشهداء من النساء والأطفال الجريمة الكيموي التي اخترفها نظام بشار الأسد نصر على أن نذكر العالم لا أن نذكر أنفتنا فنحن لن ننسى نذكر العالم بأنها سمتها مجزرة كبرى طرفت بحق أهالي غوطة الشرخية في زملكة وعين ترموا جوبا والمعظمية قتلوا غيلة وغدراً نظام بشار الأسد نصر على تسكير العالم بأنها سمتها مجرمين طريق لا بد من محادثته لماذا ترجع وتحيو هذه الذكرى كل سنة؟ لأن شهداءنا من قلب القبور عم نأدونا أين ضيعته حقنا؟ جاءنا نشارك في إحياء هذه الذكرى الذكرى الحادي عشر لمجزة العصر لمجزة الكيموي التي حدثت في غوطتي دمشق والغوطة الغربية في ريف دمشق لنؤكد أننا ماضون في محاسبة العصابة المجرمة التي ارتكبت هذه الجرمة الجرمية العصر لن نستكين ولن نمل في مطالبة في محاسبة هؤلاء المجرمون مهما طال الزمان نحن ماضون في هذا المطلب الشرعي والقانوني ونناشد جميع الجهات الدولية في متابعة وتحقيق العدالة لمحاسبة هؤلاء المجرمون اليوم جينا نشارك أهل الغوطة ذكرى الحادي عشر لمجزة الكيموي التي قتلت أطفال الغوطة ونؤكد على أن الدم السوري والشعب السوري وثورة الشعب السوري واحدة فهذا الكيموي الذي قتل به أطفال الغوطة قد أصابنا جميعا في مقدار اليوم نؤكد من خلال اجتماعنا هذا أن الثورة السورية ستبقى وتنتصر وأن كل محاولة التطبيع التي تروج لها القوى الإقليمية والدولة لتعويم هذا النظام سيجعلهم شركاء في جريمة الكيموي ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا في عفرين هادي طاطين مرحبا بك هادي كيف يتذكر في البداية الأهالي النازحين من الغوطة هذا اليوم وأنت واحد منهم مساء الخير تحية طيبة لك والأستاذ المشاهدين كما ذكرنا بهم وما ننتقي بهم في كل عام المهجرين من الغوطة الشرطية والذين كانوا شهود أو ناجين من مجزرة الكيموي هي ليست لتذكر هذه المجزرة لأنها لا تغيب عنها ثانهم ولكن هي دائما لتذكير العالم بهذه المجزرة لأن محاسبة الجاني على أكبر جريمة ارتكبها خلال الثورة السورية تم التغاضي عنها من قبل كل دول العالم ولم يتم محاسبته على رغم كل التهديدات والخطوط الحمراء التي رسمتها وحصوصاً للإدارة الأمريكية فهي مساحة أو فرصة لتذكير العالم بأن المجرم ما زال طليقاً وبأن الضحايا ما زالوا ينتظرون محاسبة المجرم على هذه المجزرة ما الذي يثأر لهم؟ ماذا يتحدثون لك هذه؟ يتحدثون بأن ما زالت أرواح الضحايا تلاحقهم تطالبهم بالقصاص من القاتل لأن الجميع يتذكر اللحظات التي حدثت فيها مجزرة الكيموي ومنعها شهاد المجزرة وكان شاهداً عليها ونجأ منها وجميع سكان الغوطة هم من الناجين من مجزات الكيموي لأن الجميع كان مهدد لأن يصاب بآثار غاز السارين الذي ضرب محيط أو وسط ثلاث مدن رئيسية هي زملكة وحزة وعندرما وجوبار هذه المناطق منتصف الغوطة وكل سكان الغوطة في تلك الفترة يعتبره من الناجين وهي كانت لحظة فارقة ليس فقط في تاريخ الغوطة الشرقية وإنما حتى في تاريخ الثورة السورية طبعاً على أثر هذه المجزرة هناك جزء كبير من سكان الغوطة نزحوا خارج المنطقة بشكل عام وحتى هناك عداد من المفقودين حتى الآن لا نستطيع أن نتحدثها بقم دقيق يعني أغلب المصادر والمجالس المحلية تحدث بأن هناك 1500 شخص هم من استطاعوا توثيق أسماءهم ولكن في تلك الفترة كان هناك جزء كبير من أهالي مدينة دمشق يقيمون في الغوطة الشرقية يعني أقصدهم من دمشق ولكن كانوا نتيجة الحوال الاقتصادية يعيشون في الغوطة الشرقية قبل الثورة وبالتالي في اليوم التالي للمجزرة هناك عبادة كبيرة نزحت وهناك من الأشخاص الذين تركوا ضحاياهم دون أن يتفقدوهم تركوهم تحت أسم مجهولي الهوية لم يتم العثور على أقاربهم هل الشمال مستقرهم الأخير هادي أم هناك عائلات استطاعت الخروج إلى تركيا وأوروبا هناك جزء منهم بالتأكيد يعني خلال العشر سنوات أو حتى عشر عاما يعني توزعوا في كل بقاء الأرض حتى نحن في كل عام نواجه مشكلة في الحصول يعني في أن نقترب من الأشخاص الذين كانوا شهود قريبين من واقعة المجزرة هم موجودين في مختلف دول العالم جزء منهم كما ذكرتهم من أهالي دمشق يعني هذه معلومة قد تكون غير معلومة للجميع بأن المجزرة صحيحية سهدفت زملكة وعين ترمى وحزة ولكن جزء منهم هم من الدمشقيين فجزء من هذه العوائل هي عادوا إلى مدينة دمشق أو نزحوا مجددا إلى مدينة دمشق إلى أقاربهم بالتالي هناك حالة ضياع بالناجين هناك طبعا العديد من الناجين نستطيع أن ننتقي بهم ولكن تقريبا لم يعد الأمر سهلا أن ننتقي بالناجين وخصوصا بأن هذا الملف هو ملف مهم جدا بالنسبة للنظام هو دائما يلاحق من يخرج على الإعلام ومن يتحدث ومن يتواصل وأي خيط وصل بين الشخص والملف الكيماوي هو تحت رصد النظام بالتالي هذا الأمر دائما نواجه صعوبة للالتقاء بالشهود وخصوصا بأن جزء من عوائلهم وأهليهم بقوا في الغوطة وجزء منهم تهجر إلى الشمال وتوزعوا في دول العالم بالتالي هناك دائما نواجه هذه الإشكالية بالالتقاء بالشهود صحيح بأن كل سكان الغوطة هم من الناجين ولكن نتحدث عن الشهود القريبين من المجزة شكرا جزيلا لك مراسة تلفزيون سوريا في عفرين هادي طاصين نظم ناشطون في مدينة الأتارب غربية حلب وقفة للتذكير بمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام في الغوطة قبل 11 عاما أكدوا فيها على استمرارهم في المطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرم على جرائمه نحن اليوم بمدينة الأتارب عم نوأف وقفة تضامنية إحيانا لذكرى مجزرة الكيماوي التي تم ارتكابها من قبل النظام نظام الأسد الغاشم في الغوطة في دمشق ونحن موجودين هون لحتى نقول لكل العالم أنه نحن ما نسينا هذه المجزرة ورح نسعى بشكل دائم ودأوب لأنه نحصل على العدالة وعلى حقها أولاء الناس اللي ماتوا مخنوقين الرسالة اليوم هي لتذكير أنفسنا وتذكير المجتمع الدولي وتذكير المجرم ذاته بأن أجرامه لن ننسى ونعيده ونعيده بأن لا ننسى وسنحاسبه وسنحاسبه ولا يموت حق وراءهم مطالب وأن شاء الله وهناك إصرار وتصميم وغضب بما يخص هذا الموضوع طبعا نحن وقفنا لنؤكد تضامننا مع هؤلاء الشهداء ونؤكد تضامننا مع أهالي الغوطة وأهالي سوريا بشكل عام وكل المجازر ليست فقط مجزارة الغوطة مجزارة الغوطة بالكيموي مجزارة خانشيخون بالكيموي وكل المجازر في سوريا ولكن تعتبر مجزارة الغوطة هي أكبر مجزرة في سوريا لألف واربعمائة شخص بدون أي مقطة دم 11 عاما مرت وسنقول للنظام المجرم وللمجتمع الدولي بشكل عام أننا لن نسكت عن الحقيقة وأننا سنظل نحارب وسنظل نقف ونردد ونندد بهذا النظام المجرم بأن هذا النظام المجرم هو أكبر إجرام مرة على هذا التاريخ الحديث وأننا نطالب بمحاسبته وبإذن الله سيحاسب ولو بعد سنوات أو أجال قادمة أجرى تلفزيون سوريا لقاءات مع سيدة وابنتها عاشت مجزارة الكيموي في الغوطة الشرقية وهجرت منها حتى استقرت في اسطنبول تستذكر الأم وابنتها تلك الأيام الثقيلة الممتلئة بالموت وتطالبان بالعدالة لأجل الضحايا ما خلص النظام لسا ما كفى أنه ضرب علينا كيموي صار يضرب على المشافي راجمات الصواريخ اسمي وديان ترابلسي أنا من الشام لكن بنهاية 2011 اختنا للعيش بالغوطة الشرقية حتى نركب ركب السورة بيهدليك الفترة ذكرة الـ 21 أب ما بتنتساب في 2013 ما فينا ننسها هي ندبة بداخلنا وجرح ما بيلتأم نهائيا بالنسبة لكل سوري يعني عاش بهدليك المنطقة للحقيقة هدلاك اليوم ما بيروح من ذاكرتنا ولا من مخيلتنا أبدا يعني هلا ممكن أنا أسرد لك القصة بشكل كامل ومفصل بناء على مخيلتي شريط اللي بدور بمخي يعني فيني أسرد سدها بشكل كامل ما بنسمع اللي شي ارتطم بالبناء ما فيه لا صوت قذيفة ولا صاروخ ولا شيء أبدا نحن متعودين يعني ما شاء الله صلنا نمييز ما بين الصواريخ والطيران والقزائف كلها الموضوع صار في عنا تمييز فيها بيومتها لما نزل الصاروخ علينا إنه يمكن قذيفة الحمد لله ما فجرت كمانا منقول نسلت على البنائية هزت البنائية وخلص أول واحد وتاني واحد بعدين سألنا كيف هي كمان يصير انفجار على البنائية الحمد لله منصلوا على الأسطوح معناها وما حدا عم يتأثر الحمد لله وصلنا شي مريحة ريحة بارود يعني نقول الحمد لله ما تكسر شيء ما في شيء كلها بخير الحمد لله سألنا خالوا شو هذا الصوت اللي إجا وما فجر الحمد لله قزيفة ولا صاروخ قال هذا صاروخ بس يمكن عادي يعني هاي الريحة بارود جوز من شيء ما كان جاي بعد شوي عم بصيرنا شيء غريب عم نشم ريحة بلشنا ندوخ نحنا وصار شو جارنا منتحد ينادي انه يا جماعة انتبهوا كيماوي كيماوي شو يعني كيماوي ما خطر لنا أبدا شو هو الكيماوي أبدا لما صارت المجزرة كان عمري سبع سنين وطبعا ما كان شي سهل ان حدا بعمره سبع سنين يعيش هيك هيك موقف وطبعا بس أطفال صوية عاشوا كتير أشياء كان كتير صعب ان يشوف الجسس بالأرض وكي احنا كنا ماشينا عليهم ما بعرف اذا هدول الناس بعرفهم او لا وكمان انه صارت وقتها المجزرة هي مجزرة بدون دماء الناس بالأرض ميتة بس بدون دم يعني هنن مخترئين فجد كان أصعب الأشياء اللي ممكن عيشها بحياتي أنا وأطفال سوريا وبعد ما طبعا بشار الأسد ما اكتفى بانه يقصفنا بالسلاح المحرم دوليا بعد فترة حاصرنا بالغوطة الشرقية وحاصرنا من ما خلانا بدون أكل بدون دراسة تحت القصف دائما فإحنا حاولنا نعمل أي شي عشان العالم الغربي يشوف شو عم يصير بأطفال سوريا لأنه نحن ما كان حدا عارف شي عننا فالتجأنا لتويتر لحتى نحكي للعالم الغربي باللغة الإنجليزية إنه يشوفوا شعن بيصير بأطفال سوريا يشوفوا الأيتام كيف عايشين يشوفوا الناس كيف ما عندهم أكل كيف الناس عم تموت تحت القصف الناس عم تموت من الجوع فحبنا نحكي لهم ونوجه لهم رسالة للشعوب والدول لحتى يشوفوا كل شي عم يعيشه الطفل السوري والشعب السوري انفجرت دراجة نارية ملغمة في مدينة عفريم بريف حلب الشمالي ظهر اليوم مما أدى إلى إصابة مدني ووقوع خسائر مادية في ممتلكات المدنيين وأفدت مصادر محلية بأن الدراجة الملغمة انفجرت في شارع السيرفيس بحي الأشرفية في عفرين ما أسفر عن إصابة مدني كان في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة في المحال التجارية والبسطات القريبة وبحسب المصادر قام سائق الدراجة الملغمة بتفجيرها عن بعد حيث ركنها في المكان وغادر بواسطة دراجة أخرى وقد فرضت القوى الأمنية طوقا أمنيا وأغلقت مداخل المنطقة ومخارجها بحثا عن الفاعل أصيب شخص مدني وطفلته بقصف مدفعي طال ريف حلب الشرقي وذكر الدفاع المدني في بيان بأن القصف الذي استهدف قرية المحسن بريف جرابلوس شرقية حلب مصدره مناطق سيطرات المشتركة بين قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية وتأتي عملية القصف في ظل توتر المحاور العسكرية في محاور القتال بريف حلب أحبط الجيش الوطني السوري محاولة تسلل ليلية لقوات سوريا الديمقراطية على نقاط مختلفة في ريف حلب الشمالي وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت ليلة أمس بعد عملية تسلل نفذتها قصد على محور كالجبرين وكفرخاشر بالقرب من مارع وعزاز واستمرت حتى منتصف الليل هذا وتشهد محاور القتال بين قصد والجيش الوطني محاولات تسلل شبه يومية بين الطرفين واشتباكات عنيفة تصفر عن قتلى وجرح ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا في عزاز محمد نور مرحبا بك محمد ضعنا في صورة ما الذي جرى نعم يا را يعني دائما وبالشكل شبه يومي كما ذكرت هناك محاولات تسلل لقصد على نقاط الجيش الوطني سواء في ريف في حلب الشمالي أو حتى في ريف حلب الشرقي طبعا آخر هذه المحاولات كانت الليلة الفائتة ولكن من محورين المحور الأول هو محور كفرخاشر جنوب مدينة عزاز وأيضا محور كالجبرين بالقرب من مدينة مارع طبعا المحور المسافة ما بين المحورين لا تتجاوز العشرة كيلو مترات طبعا حاولت تقصد عبر مجموعاتين بحسب الجيش الوطني التسلل إلى نقاطهم ولكن تمكنت جيش الوطني من أحباطتين المحاولتين اندلعت على إثرها اشتباكات يعني تواصلت لعدة ساعات حتى ساعات الفجر كانت هناك اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وأيضا تزامن تيارا مع قصد مدفعي وصاروخي من كلا الطرفين الجيش الوطني استهدف نقاط قصد في الشيخ عيسى في مطار منغ العسكري وأيضا في محيط مدينة رفعة بالإضافة إلى النقاط الخلفية لقصد التي انطلق منها القوات المهاجمة باتجاه نقاط الجيش الوطني كذلك المدفعية التركية شاركت باستهدف نقاط قصد بدورها قصد أيضا استهدف نقاط الجيش الوطني وأيضا بالقرب من مدينة عزاز كان هناك العديد من قصد المدفعية وأيضا بالقرب من مدينة مارو ولكن بشكل عام دائما وبشكل شبه يومي هناك محاولات تسلل لقصد يعني خلال الشهر الماضي أكثر من عشرين محاولة تسلل لقصد على محاول الجيش الوطني بالمقابل كانت هناك محاولة وحيدة لجيش الوطني محاولة تسلل جنوب مدينة عفرين على نقاط قصد طبعا ما الهدف من هذه العمليات على ما يبدو بحسب يعني عسكريين وخبراء في المنطقة بأن هدف قصد ليس السيطرة على نقاط الجيش الوطني أو السيطرة على القرى والبلادات في ريف حلب الشمالي وإنما هو الهدف زعزعات أمن والسقرار المنطقة وأيضا يعني قتل أكبر عدد ممكن من عناصر الجيش الوطني على اعتبار جلء المحاولات التسلل كانت في عبارة عن عملية تسلل كر وفر بالنسبة لقصد على نقاط الجيش الوطني شكرا جزيلا لك مراسل تلفزيون سوريا فعزاز محمد نور قالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أن الجيش الوطني أجر تدريبات على قيادة وتشغيل الطائرات المسيرة FPV بعد تصاعد استخدامها من قبل النظام واعتماده عليها بشكل رئيسي لقصف منطقة شمال غرب سوريا وأضفت وزارة الدفاع أن قوة من الفرقتين 22 و28 في الفيلق الثاني نفذت مشروعا تدريبيا بالذخيرة الحية يحاكي تحرير عدة مواقع من العدو وأوضحت الوزارة أن المشروع تضمن مناورات قتالية للمدرعات واختبارا لقيادة وتشغيل الطائرات المسيرة بالإضافة إلى الاشتباك المباشر خلال اقتحام نقاط العدو وإجلاء الجرحة من أرض المعرك أشار مصدر عراقي إلى تحركات غير مسبوقة يجريها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على الحدود السورية العراقية وقال المصدر العراقي لصحيفة الوطن أن التحالف عزز قواعده العسكرية في سوريا والعراق تزامنا مع تصريحات للبنتاجون بإجراء تغييرات على وضع القوات تحسبا لأي تحرك إيراني محتم بتحرك غير مسبوق قوات التحالف بدأت تحركاتها بحسب مصدر أمني عراقي برفع جاهزيتها والتعزيز قدراتها بعشرات الشاحنات المحملة بالمعدات العسكرية ونصب كاميرات حرارية وأجهزة رادار عالية الدقة خلال الأسبوعين الماضيين في قاعدتي حقل العمر النفطي ومعمل كونيكو للغاز في ريف دير الزور بعد تعرض قواتها لهاجمات مسلحين تابعين لإيران المصدر الأمني العراقي أشار إلى أن التدريبات الأمريكية لم تنقطع سواء في سوريا أو العراق فضلا عن تطوير واشنطن تقنيتها ومنها منظومة الدفاعات الجوية في محيط قواعدها وأماكن وجودها وخصوصا منذ عملية الطوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي وتوتر الأوضاع في المنطقة على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانتهاءا بتعرض القواعد الأمريكية لاستهدافات ما يسمى المقاومة العراقية بذريعة انتهاء الهدنة لخروج القوات الأمريكية والتحالف من العراق تسريبات تقاطعت مع تصريحات البنتاجون الإثنين إثر قصف استهدف قاعدة أمريكية شرقية محافظة الحسكة السورية وإصابة أحد عشر شخصا من أفراد الجيش أكدت فيها أن بلادها أجرت تغييرات على وضع القوات وتتحرك للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجوم إيراني محتمل مشهد مختلط يشير إلى تراجع التهديد الإيراني بعد اغتيال إسماعيل هنية ما بين تجنب التصعيد تزامنا مع التهديدات الأمريكية وبين تصعيد أذرعها من الميليشيات المتحالفة معها في العراق واليمن والذي يبدو أنه بات يزعج طهران نفسها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر التقى القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دانستونسكو مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق شؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى في دمشق وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي أن ستونسكو وعبد المولى تبادل الأراء حول الأوضاع في سوريا مؤكدين على مواصلة التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من أجل التنفيذ الفعال لمساعدة الاتحاد الأوروبي للسوريين في جميع أنحاء البلاد وشدد دان على الحاجة إلى إحراز تقدم نحو حل سياسي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 لمعالجة الأسباب الجذرية لما يجري في سوريا قال القائم بأعمال سفارة السعودية لدى النظام عبدالله صالح الحريص إن العلاقات مع النظام تشهد تطورا إيجابيا ملحوظا وهي في أوجي عطائها العلاقات في أوجيها يمكن لهذا الوصف الذي أطلقه القائم بأعمال سفارة السعودية لدى النظام عبدالله صالح الحريص أن يقرأ على أكثر من وجه خاصة أن الظاهرة في مسار تطبيع العلاقات بين الرياض والنظام يشير إلى نتائج صادمة إذ لم يتوقف النظام عن إغراق الأردن ودول الخليج بالمخدرات ولم يضع حدا للميليشيات الإيرانية المنتشرة في سوريا ولم يبدي أي جدية إزاء الدعوات لتفعيل مسار الحل السياسي لكن رغم ذلك يقول القائم بأعمال سفارة السعودية إن العلاقات تشهد تطورا إيجابيا ملحوظا وتسير نحو الأفضل مؤكدا في الوقت ذاته أن العلاقات ستعود إلى طبيعتها كما كانت قبل عام 2011 معادلة تطبيع صعبة تخوضها السعودية وتدعمها الإمارات بينما تتراجع الأردن عن الاستمرار في الغرق بتفاصيلها وهذا ما كان واضحا عندما علقت عمان عمل لجنة لاتصال العربية بسبب عدم استجابة النظام لمطالب اللجنة باتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254 إذن النظام محاصر بحلفائه فلا الدول العربية المطبعة راضية بتصرفاته ما يبرر عدم تدفق أموال واستثمارات الخليج إلى مناطق سيطرته واقتصار الأمر على مشاريع إنسانية وخدمية فقط ولا إيران سعيدة بمواقفه إذ تقول صحيفة وولد ستريت جورنال إن الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي تعمل على خلق شقوق في العلاقة وتصعب مهمة النظام في موازنة علاقاته مع القوى الإقليمية الأخرى مما قد يقوض أهداف طهران طويلة الأجل في المنطقة مشيرة في الوقت ذاته إلى أن النظام أبلغ إيران بعدم رغبته في الإنجرار إلى أي حرب مع إسرائيل على الرغم من أنه يدين ببقائه بشكل كبير لطهران وميليشياتها نعت كتائب شهداء الأقصى الفلسطينية أحد قياديها الذي قتل بعملية اغتيال إسرائيلية جنوب لبنان وقالت شهداء الأقصى الجراح العسكري لحركة فتح إن غارة إسرائيلية على مدينة صيدة لبنانية أسفرت عن مقتل القيادي في الكتائب خليل المقدح مشيرة إلى أنه كان يقوم بما سمتها واجبه النظالي في معركة طوفان الأقصى قتل شخص وأصيب 19 آخرون بسلسلة غارات جوية إسرائيلية بالعنق اللبناني طالت منطقة البقاع شرقي البلاد وأفاد مراسل تلفزيون سوريا في لبنان بأن طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في البقاع الأوسط شاملة النبي شيت وبوادي وسهل سرعين وطارية والناصرية ووادي حامول في حين أعلن جيش الإسرائيلي مهاجمة مخزن للأسلحة تابعاً لمنظومة الدفاع الجوي في حزب الله مشيراً إلى تشكيلها تهديداً على طائرة تل أبيب هذا وأعلن حزب الله عن ارتفاع عدد قتله خلال الساعات الماضية بنيران الجيش الإسرائيلي إلى خمسة عناصر لتزيد حصيلة قتل الحزب منذ سابع من تشرين الأول إلى أربعمائة واثنين وعشرين ونع الحزب في ثلاث بيانات متتالية عناصره الذين ينحدرون من مدن وبلدات عيد الشعب والحلوسية والنبطية والصور واكتفى بالقول إنهم قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي من دون تقديم تفاصيل إضافية ختام واضح النشر إلى اللقاء اشتركوا في القناة